أحمد مساء الخير عليك مساء الخير نهواند مساء الخير على كل الزملائي في الستوديو مساء الخير طبعا على أصحاب الفرح والفرحة جمهور النادي الأهلي اللي النهاردة إن شاء الله هيتابع معنا حفل تتشين النجمة العشرة أنا بتفق طبعا مع كلام كابتن هاني إنه يمكن التسعة بالنسبة لكل الأهلوية ليها طعم مميز ومختلف لكن بالتأكيد العشرة نجمة غالية جدا نجمة بتأكد ملحمة بتأكد تاريخ ما يقدرش يكتبه في القرى الأفريقية غير النادي الأهلي حقيقة يمكن النهاردة هيكون معنا مفاجآت كتير جدا وإحنا موجودين هنا على ملعب التتش الأرض اللي شهدت بصمات أجيال وأجيال وأجيال حققوا تاريخ عظيم جدا للنادي الأهلي أتمنى أنه تستمتعوا معنا النهاردة طبعا يا أحمد النهاردة زي ما أنت بتقول كده هيكون يعني في مفاجآت وفي أجندة جميلة جدا وفي تكريمات لناس محترمة جدا والنهاردة رموز يعني عديدة من النادي الأهلي حتى في الصابق بتحمل نحتفل بيها وبنقرمها وبنقول لها شكرا وفيه كمان رموز حالية ونماذج كلنا كأهلوية بنفتخر بيهم وأهم الشيء كمان لازم نتكلم عن اللعيبة اللعيبة اللي تعبت يا أحمد اللعيبة اللي اكتهدت اللعيبة اللي كانت مضغوطة بشكل كبير جدا لكن يعني خلينا نقول الحمد لله كان أداء مشرف جدا فإحنا سعداء حقيقي بالإنجاز وسعداء النهاردة جدا يعني عايز أقول لحضراتكم بجد يمكن للإحتفالية طبعا مقصورة على ناس معينة وفيه يعني لست زي ما احنا كنا بننوه النهاردة فيه أول اليوم لأن طبعا فيه إجراءات احترازية لازم أن احنا يعني نخلي بالنا منها ولكن لو أقول لحضراتكم الناس قد إيه برسور النادي الأهلي الناس قد إيه فرحانة وكل الأعمار متواجدة ده يأكد قد إيه فيه فرحة في قلب كل أهلاوي بهذا اليوم تاني حرجة أقول المميز جدا